اشهد متابعونا بخطوة المجلس العسكري باطلاق صراح المعتقلين السياسيين من الحركات المسلحة التي من شانها ان تعزز ثقة بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بما يسهم في تهيئة الاجواء لعودة المفاوضات تمهيدا لتوقيع على اتفاق سلام يضع حدا للحرب المستمرة في دارفور منذ العام ثلاثة والفين المزيد في التقرير التالي ايفاء المجلس العسكري الانتقالي بوعده باطلاق صراح المعتقلين السياسيين وتحديدا معتقلي حركة جيش تحرير السودان جناح من ناوي البالغ عددهم 235 من اسرى الحرب من شأنه ان يعزز الثقة بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بما يسهم في تهيئة الاجواء للعودة للمفاوضات تمهيدا للتوقيع على اتفاق سلام يضع حدا للحرب المستمرة في دارفور منذ العام ثلاثة والفين اطلاقوا صراح الاسرى من معتقلي حركة جيش تحرير السودان جناح من ناوي جاء عقب التفاهمات التي تمت بين نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقل حميرتي وقيادات بعض الحركات الدارفورية خلال لقائهم الاخير في انجمينة حيث ستعقب الخطوة خطوات اخرى باطلاق صراح عدد من المعتقلين التابعين لحركة العدل والمسواة جناح دكتور جبريل ابراهيم خطوات بناء الثقة المتبادلة بين المجلس العسكري والحركات المسلحة عموما والحركات الدارفورية خصوصا والمتمثلة في تجديد وقف العدائيات واطلاق صراح الاسرى بجانب تشكيل المجلس العسكري لجنة عليا للتواصل مع الحركات المسلحة بقيادة نائب رئيس المجلس العسكري الفريق حمدتي ستشكل بحسب المهتمين قاعدة جيدة للتفاوض مع الحركات الدارفورية المسلحة في انتظار تطبيق ذات الخطوات مع الحركة الشعبية شمال لإكمال عملية السلام في جنوب كردفان والنيل الأزرق لجهة أنها تمثل أحد أهم مطالب ثورة ديسمبر التي رفعت شعارات حرية سلام وعدالة